هل المرأة تستأذن زوجها في صيام القضاء؟ في صيام القضاء لا تستأذن وجوباً وإنما من باب الاستئناس والاستحباب فهي تريد أن تقضي رمضان فتخبر زوجها حتى يكون على استعداد بأن لا يكون هناك ترتيب في ذهنه وبالتالي يعني يتفاجأ بعكس ذلك ومع ذلك بعض أهل العلم عمّاً حتى في القضاء يجب عليها أن تستأذن وهذا هو الراجح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه وهذا عام في الفريضة والنافلة وهل القضاء على الفور أم على التراقي أصلا في خلاف بين السلف وهذا المسألة التي ستثار في درسنا القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر